نتواصل أكيد مع كل المشاهدين في كل مكان عبر صباح الشروق ويا جمال المناظر الطبيعية والنخيل والبلح الامادي موسم ويعني موجود في التركات والتفاصيل خلينا يا حسام نمشي منبع الحاجات دي ونمشي الشمالية ونشوف الحاجات دي على وصولها طيب نمشي شوف هي الحياة على طبيعتها تكسوها الخضرة والجمال على امتداد ما لا يقل عن ألف كيلومتر على طول النيل هنا بالولايات الشمالية تتنوع تفاصيل العيش والحياة والتمسك بقيمة أن تحيا لفكرة تهب الحب للجميع مع مغرب كل يوم جديد يحيط السكون بالمكان لتبدأ من بعد ذلك رحلة أخرى لتتشكل ملامح بطعم مختلف وتدب في الناس روح البقاء حيث حراك ونشاط وارتباط ولأن الناس هنا يرتبطون بالزراعة بما يشكل أكثر من ثمانين بالمئة كان الاهتمام بها عميقا منذ أقدم العصور إلى أن ظهرت ما يعرف بزراعة الجروف بشكلها الحالي وبما أن اختلافا ما بين الزراعة قديما والزراعة الحالية يظل ارتباط الإنسان بها حبا وعشقا وتضحية يورثها لقادم الأجيال حيث تتميز الأراضي على هذا الامتداد من المساحات بالخصوبة العالية والماء الوفير والطبيعة التي تساعد على استمرار الحياة وبقاء الإنسان الذي لا يزال يحفظ الجميلة ويكن العرفان للمكان وما يحيط خبرة المزارع إذن وانتماؤه للأرض تمنحه الإنسانية ويمنحها الرعاية والحب والحنان يخرج ما بها من طيب الرزق ومختلف الزروع والثمار جمال على نحو يختلف عن أي مكان آخر يعيشه منهم بالجوار وعلى الضفتين طولا على امتداد النيل يتعدد الإنتاج الزراعي من المغروسات والمزروعات والبساتين ليتوجه إلى أماكن التسويق والتجارة حيث المزارع هنا وعلى فطرته خبر التعامل مع الأرض والنبات والنيل وكل ما ينتج عن اشتراك هذه الموارد لذا فهو شديد الحرص على تنمية قدراته المهارية والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الطبيعة دعوات بأن يديم الله نعمة الزرع والضرع والبقاء هكذا قوة على الأرض وحنكة في الممارسة واعتزازا بماضي الأداد من لدن الشادوف والسواقي كآلات للسزرع وانتهاءا بكهربة المشاريع الزراعية الصغيرة منها والكبيرة يظل إنسان الشمال متمسكا بعاداته وتقاليده وموظوثه من التاريخ والحضارة موسيقى